أطلق عدد من أزلام نظام الأسد عددا من التصريحات العدائية وأيضا الفوقية بحق لبنان هذه هي التصريحات بدأها وليد المعلم عندما تحدث عن خلو سوريا من القمامة في الشوارع ملمحا إلى أزمة النفايات الأخيرة في لبنان وانتهت بتصريحات الجعفري بأن اللبنانيين سيقفون بالطوابير ليحصلوا على المواطنة السورية نتابع التقرير ونعود لها يبدو أن حالة التودد والمحابات الإعلامية التي كانت قائمة بين النظام الأسد والمتعاطفين معه في لبنان سواء على المستوى الحكومي والشعبي سوف تتغير ملامح تلك التغيرات بدأت تطفو على السطح من خلال تصريحات مهينة وجهت للحكومة والشعب اللبنانيين من قبل شخصيات رسمية تعمل لصالح نظام الأسد ودعوات تطلق من قبل موالينا للنظام حذروا فيها من ضياع مليارات الدولارات التابعة للسوريين في البنوك اللبنانية بسبب إفلاسها آخر الإهانات التي وجهت للبنان من قبل مسؤولي النظام هو ما أورده الشخصية المقربة من ميليشيا حزب الله عبدالباري عطوان على لسان مندوب النظام في الأمم المتحدة بشار الجعفري حيث ذكر أن الجعفري أكد في أحد تعليقاته أنه ذات يوم سيقف اللبنانيون في الطابور الأول للطلب والرجاء كي يحصلوا على المواطنة السورية والله بشار الجعفري السيد بشار الجعفري السفير السوري في الأمم المتحدة قال تعليق جميل جدا قال اللبنانيين الآن بدهم مشوطنوا السوريين والله اللبنانيين حيكونوا في أول الطابور يتوطنوا في سوريا وفي لبنان في سوريا على وجه التحديد والأيام الجارية والله لا تكون سوريا مزدائرة وأعمال وأشغال واستثمارات ويجيوا اللبنانيين يتوطنوا في سوريا ويطلبوا ويترجوا ويتوطنوا في سوريا والله كان معا كل الحق أما الإهانة الأخرى للبنان فكانت في الشهر الفائت عندما حاول وزير خارجية النظام وليد المعلم أن يظهر للصحفيين أن الوضع في سوريا بخير مستشهدا بقوله رغم وجود الحرب في سوريا منذ سبع سنوات ولكن لا يوجد زبالة في سوريا مثل جيرانه من الدول لا يوجد في معظم شوارعنا زبايل مثل جيراننا ليس ذلك فحسب فقد استمرت سلسلة الكلمات الجارحة والمواقف المستهترة من قبل أزلام النظام بحق لبنان حيث نشر موقع الخبير السوري قبل أيام مقالا لنظم عيد وهو أحد الصحفيين الموالين حول تعرض أكثر من 25 مليار دولار عائدة لمودعين السوريين في البنوك اللبنانية للإفلاس جملة المواقف السابقة دفعت مراقبنا إلى التساؤلات التالية هل غير نظام الأسد من طريقة ازدرائه من لبنان حكومة وشعبا؟ وهل لا زال النظام لا يعتبر لبنان إلا كيانا تابعا لميليشيته؟ وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت توفيق شومان مساء الخير أستاذ توفيق تابعت معنا هذا التقرير وكما تحدث التقرير هي شخصيات نافذة لدى نظام الأسد ما الهدف الذي يرمي إليه نظام الأسد من السماح للناطقين باسمه ولا العاملين لديه بإطلاق هذه التصريحات عن حليفه اللبناني؟ تحية بداية إليك وإلى كل المشاهدين أنا أعتقد أن مثل هذه التصريحات هي ردة فعل حقيقة على نوع من المواقف العنصرية التي تعرض لها النازحون السوريون في لبنان بصرف النظر ربما يمكن انتقاد بعض المفردات ولكن بالوقت نفسه الحملة على النازحين السوريين في لبنان من قبل بعض الأطراف اللبنانية أعتقد لم تستثر فقط كبار المسؤولين في الدولة السورية أو في النظام السوري كما تقول ولكنها أدا استفزت القسم الأكبر من اللبنانيين ربما قد يكون أيضا الموقف الذي أطلقه الوزير الخارجية ووزير المعلم بما له علاقة بالنفايات أظن الذي قاله بصرف النظر عن موقعه الرسمي وهو رئيس الدبلوماسية السورية على الأقل لغاية هذه اللحظة الموقف الذي أطلقه ويعاني منه اللبنانيون أنا بإمكاني أن أقول لك بأن هذا الموقف ربما الذي لا يستطيع الكثير من اللبنانيين أستاذ توفيق هنا السؤال نظام الأسد هو كان سبب في تهجير اللاجئين ووصولهم إلى لبنان هل ترى أن اليوم هو يتعاطف معهم في هذه التصريحات لم يكن معنيا بشأنهم سابقا لحتى اليوم هذه التصريحات كما تذكر أنه بسبب المواقف العنصرية التي يتعرض لها اللبنانيين وهذه المواقف التي نتحدث عنها تخص الحكومة اللبنانية أكثر مما تتحدث عن الشعب اللبناني ألا ترى بأنه ازدراء للحكومة اللبنانية هو حتى داخل الحكومة اللبنانية برز وخرج الكثير من المواقف السياسية التي تتعرض للنازحين السوريين وأنا قلت قبل قليل بأن هذا أيضا أدى إلى انقسام لبناني طريقة التعامل مع النازحين السوريين ليس بهذه الطريقة العنصرية وبما أني أتحدث من بيروت أدرك تماما خلفيات بعض المواقف السياسية التي أطلقها هذا الوزير أو ذاك أظن بأن الأمر في ظل التجاذب الحاصل بين بعض الأطراف اللبنانية وبين ما يجري في سوريا ربما أحيانا اللغة وربما الأبجدية وربما الخطاب أيضا تخرج ربما عن الدبلوماسية المطلوبة ولكن على سبيل المثال عندما يتم التحذير من توطين السوريين في لبنان لأسباب طائفية أو مذهبية أو حتى كيانية وتشن حملة شعواء على النازحين السوريين وأغلبهم ثقراء أعتقد بأن هذا الأمر يتطلب موقفا من الدولة السورية مهما كان الموقف من هذه الدولة السورية حتى لو كانت الموقف والتشفي بالحكومة اللبنانية وفشل في حل الأزمات اللبنانية مثل ما جاء على لسان وليد المعلم عفوا بالإمكان أن تعيد السؤال لو سمحت يعني حتى لو كان الموقف هو التشفي في فشل الحكومة اللبنانية بالتعاطي مع الأزمات المحلية وخصوصا تصريح وليد المعلم عن أزمة النفايات في لبنان وكانت حالة من التشفي في الوضع اللبناني يعني أنت تدركين سيدتي في بعض الأحيان قال بعض المسؤولين اللبنانيين بأنهم سوف يعودون وكانوا خارج العاصمة اللبنانية بيروت قالوا بأنهم وهم معارضين على أي تحال النظام السوري قالوا بأنهم سوف يعودون إلى بيروت عن طريق مطار دمشق الدولة وكانوا ينتظرون إسقاط هذا النظام يعني كمان بعض الأطراف اللبنانية التي ذهبت بغلوها وتطرفها إلى التدخل في الأزمة السياسية والأزمة الأمنية والعسكرية والميدانية أيضا كل شيء قبل أن تتحول إلى هذا الجحيم الذي نعيشه الآن أظن بأنه كان على اللبنانيين منذ البداية أن ينقوا بنفسهم عما يجري في سوريا ولكن إغالي البعض بالمواقف السياسية والإعلامية أعتقد بأنه أدى إلى بيروز هذه الردة الفعل الرسمية السورية على أي حال أنا أدرج كل ما يمكن أن يقال الآن في إطار سياسي وفي إطار سياسي وفي إطار موقف قد يكون في مرحلة ما موقف براجماتي أيضا بأنه حتى الأطراف التي كان لها موقف منذ البداية اتجاه النظام السوري أعتقد بأنه الآن بدأت ترتب أوراقها من خلال البحث عن دور في عملية إعمار سوريا طيب أستاذ توفيق أيضا هناك من يرى نعم أنه نظام الأسد لطالما تعامل مع لبنان على أساس أنه هو شيء صغير تابع لسوريا لم يعتبر لبنان يوما ما كيان قائم بذاته إلا خلال السبع سنوات الماضية وحالة من التبعية المتواصلة والتعاون السياسي بين بعض هو الذي يجعله يتعامل معه بطريقة مختلفة نوعا ما ألا ترى بأن هذه التصريحات اليوم تعيد لبنان إلى خانة التابع لنظام الأسد مجددا وهو المسيطر عليها من جديد يعني هو في الحقيقة الموقف من القطرين اللبنانية والسورية هو موقف له علاقة بالثقافة السياسية بعد تقسيم بلاد الشام منذ انهيار السلطة العثمانية في العام 1917 وبالتالي بعد الحرب العالمية الأولى كان قسم كبير أو القسم الأكبر من اللبنانيين يريدون الوحدة مع سوريا وهذه ثقافة سياسية عامة ربما كانت في لبنان وسوريا على أي حال أنه هذه صفحة طوية منذ مائة سنة نحن الآن أمام وجود سفارتين لبنانية وسوريا يعني لبنانية في دمشق وسوريا أيضا في بيروت وهذا دليل على اعتراف يعني الدولة السورية أو النظام السوري بالوطن اللبناني أو بالكيان اللبناني يعني لغاية الآن أيضا يا سيدة لا نتحدث عن الاعتراف أستاذ توفيق يعني نتحدث عن سلوكيات هي تقرأ ما بين السطور بس أنه كمان بالوقت نفسه أنه بعض الأطراف اللبنانية أنه عليها أيضا أن تخرج من تأجيج النار في سوريا وانا قلت قبل قليل هناك قسم يعني كان سباقا في إعلان المواقف من النزاع الذي نشب بين السوريين وقلت قبل قليل يعني بين البعض كان ينتظر عودته إلى بيروت عن طريق مطار دمشق الدولي الآن ربما بعض المسؤولين السوريين يقولون بأن الوقت قد حان للتشفي من هذا الطرف ولكن دون أن يعني ذلك أنه حتى هذا الطرف الذي كان له الأولوية وكان سباقا أيضا في إعلان المواقف اتجاه الأزمة السورية واتجاه النزاع مع السوريين أعتقد أن هذا الطرف نفسه أيضا في مرحلة ما قد يعود إلى إما إلى ربط نزاع مع الدولة السورية أما إلى إقامة علاقات اقتصادية وسياسية أيضا بينه وبين الكثير من أطراف الدولة السورية وضحت سورة أستاذ توفيق أشكرك جزيلة أستاذ توفيق شمان شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت شكرا شاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا نعود ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله اشتركوا في القناة